المعارضات أين تقعد؟ هل انقفل الإسلاميون؟ أصلاحك وطن بأجنة لما يفجرون الأبي من أنفسهم بأطفالنا؟ أيها الأخوة الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ضعات ضيفي في هذه الحلقة هو الأستاذ علي النعيمي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للطباعة والنشر في أبوظبي حياك الله أستاذ علي أستاذ علي اليوم نحن معك لنناقش أزمة النشر والطباعة في العالم العربي بوصفك تعمل في أحد أكبر شركات الطباعة في المنطقة منذ أكثر من عشر سنوات أو نحو عشر سنوات سوق الطباعة الوراقية يشهد انحسارا كبيرا بعد انتشار ثقافة الإنترنت في العالم العربي صح هل يعني ظهور عالم الديجيتال يؤثر على صناعة الوراق بشكل كبير؟ بشكل كبير لا شك أخي تركي اليوم الإنترنت والتكنولوجيا والتكنولوجيا بشكل عام أثرت كثير على صناعة الطباعة بشكل خاص على الصحف وبشكل عام على الكتب وعلى المجلات بس تأثيرها على الكتب والمجلات شي بسيط أقل من الصحف هل اعتبرنا الصحف تطبع يوميا بمئات الألاف؟ تطبع يوميا بمئات الألاف أو عشرات الألاف أو عشرات الألاف والخبر الخبر انت إذا تتذكر قبل عشر سنوات أو خمسة عشر سنوات كنا ننتظر أي جريدة الصبح وساعات نسهر بالليل على أساس أن نشتريها عشان نشوف شو اللي حاصل ثاني يوم اليوم انت الخبر حتى مش مستعد انك تفتح اللابتوب أو الكمبيوتر يجيك على الجهاز على الجوالة وحتى عن طريق أي تواصل اجتماعي طيب هذا في تقديرك أثر سلبيا ولا إيجابيا على صناعة الورق وبالتالي أنتج تقنيات جديدة ورقيا لا هو أثر بشكل كبير على صناعة الورق التأثير يعني في جرائد تسكرت طباعيا في أمريكا بس في أمريكا في العالم العربي ما حدث لا لأننا احنا بلد نامية يعني احنا تكولوجيا ضعاف وبالتالي مش مش تكولوجيا ضعاف لا احنا بعدنا عدنا الثقافة الثقافة الورق الثقافة الورق العرفت كيف الأجيال اللي جاي اللي بعدنا أو الجيل اللي جاي هو اللي عنده ثقافة التكنولوجيا طيب سؤال هل يمكن في تقديرك أنه تقضي الصناعة التكنولوجية على الورق أو تؤثر عليه يعني ممكن تنحسر أعداد الصحف لتطلع ورق لا شك لا شك بس أنا يعني ما حد في العالم يقدر يجدم يجزم بجواب بس أنا أقدر أعطيك قراءتين مختلفات أوكي القراءة الأولى اليوم اللي يشتغل في الصناعة هذه والصناعات اللي حواليها اللي مرتبطة بالصناعة هذه في العالم أكثر عن خمسين مليون شخص هذا مع التحفظ يعني أنا متحفظ بالرقم أي هذا أقل ما يمكن هذا أقل ما يمكن خمسين مليون شخص يعملون في صناعة الطباعة والنشر الطباعة والنشر والصناعات اللي هي متعلقة بصناعة الطباعة مثل إيش وش الصناعات عندك شحن البحري اليوم صناعة الطباعة ثاني لثالث أكبر شحن بحري في العالم بعد إيش بعد البترول بعد النفط بعد النفط وله صناعة كثيرة التوزيع شركات التوزيع مصانع الورق نفسها مصانع المكينات نفسها هذه كلها مرتبطة فيها اليوم السؤال هل الحكومات بتوافق أن ترمي أو تخلي 50 مليون شخص يسكنون في الشارع هذه قراءة أو يفصلون من وضعف لو مش بالضرورة 50 مليون خلينا نقول 30 مليون أو 25 مليون هذا رقم كبير القراءة الثانية أنا حضرت مؤتمر يقول لك الإنسان اليوم على كل التطور على كل التطور التكنولوجي اليوم تقرأ صحف تقرأ مجلات عندك إنترنت عندك تواصل اجتماعي عندك تيلفونات كل هذا العين تدرجم للمخ بثنين ميجابيكسل هذا كل ما تحصل عليه يوميا يوميا بثنين ميجابيكسل يعني تكلم عن ثنين مليون وميتين ألف مربع أو مستطيل هذا اللي ترجمة العين للمخ من معلومات من أخبار من كل هذا من سواليف من حكي من كل شيء تخيل خلال العشر سنوات الجاية بيكون خمسة ميجابيكسل في اليوم في اليوم فتخيل شو التكنولوجيا ليش لأنه الوارد هيزيد ولا قدرة الإنسان ما ممكن لا التكنولوجيا بتتطور التطور مخيف نحن في تطور مخيف على فكرة في التكنولوجيا صحيح ومتسارع بشكل غريب خمسة ميجابيكسل هذا رقم كبير أخوية تركي ويد كبير خلال عقد يعني خلال العشر سنوات مش بعيد عنها يعني العشر سنوات مش بعيد عنها فالقراءتين هاي متناقضة بس الرادو أول ما طلع التيلفزون قالوا الرادو بيموت هل موت الرادو بطبيعة الحال ظلت كل وسيلة وطورت تقنياتها بشكل أو بآخر طيب هل يعني ظهرت مثلا ظواهر جديدة مثل الكتاب اللي صدر في الإرجنتين الذي يجف حبره بعد شهرين لأنه كانوا يقولون أنه الكتاب لا يقرأ فالواحد يشتري كتب ويخزنها هذا الكتاب تشتريه وخلال شهرين ينتهي حبره لكي يحرضك على القراءة هل ترى أنه هذه ممكن تدخل كتقنية رئيسية من تقنيات التباعة هي هذه أخوية تركي نوع من التسويق نوع من التسويق أو نوع من من لفت النظر عرفت كيف أما بس مش حاجة مش حاجة تسويقية ضرورية مثلا لا لا وبعدين على فكرة أرخيص الحبر اللي يجف حبر أرخيص يعني هو ممكن أسعاره تكون أرخص أرخص طيب خلينا ننتقل إلى قصة ثانية أو رؤية ثانية البعض يرى أن النمو الهائل في أعداد السكان على هذه الأرض يمكن أن يجعل هذه الصناعة تزداد تزداد وحاجة الناس إليها تزداد فإلى أي حد تعتقد أن هذا الكلام صحيح مش يعني الكلام هذا غير صحيح اللي يزداد هي البنية التحديد التكنولوجيا يعني اليوم أنت اليوم عندك الهند من أكبر الـ إنتاجا للصحف اليوم الجريد هندية هي رقم 1 في العالم تطبع مليون و600 ألف نسخة أكثر من اليابان وصين أكثر من اليابان وصين مليون و600 ألف نسخة إذا ما خلني تذاكرة يا هندستان تايم يا هندو وحدة من هالجرينتين اللي هي الأكثر توزيعا في العالم اللي هي أكثر توزيعا في العالم بس هل هذا معناته إنه بمعناته إنه مثلا هو في الطباعة في النمو لا الهند لماذا النمو وشلون نقيسه وشلون نقيسه بعدد المطبوع مش في الهند الهند البنية التحتية للتكنولوجيا ضعيفة مع أن نشوف مع أنها وائد متقدمة تكنولوجيا لكن في أماكن معينة يعني عندك في نيودلهي تعرف في مومبي لكن في مناطق كثيرة في الهند مغيبة فالوسيلة هي الوسيلة القديمة التي هي الصحف والجرائد طيب في 17 أغسطس 2010 نقلت عنك جريدة الاتحاد الضبيانية أنه بعد الأزمة المالية العالمية تراجعت أسار الورق بنسبة 30% بالمقارنة بما قبل الأزمة العالمية لكنها عادت وارتفعت إلى مستويات قياسية بداية العام 2010 كما كانت قبل الأزمة وأكثر بسبب زلزال تشيلي التي كانت مسؤولة عن تصدير 8% من لب الورق المصانع في العالم إضافة إلى إدراب العاملين في موانئ فنلندا والسويد مآخر عمليات الشحن وأضافت أن قيام الصين بوقف تصدير الورق المعاد تدويره أوجد نقصا يقدر بـ 12 مليون طن من الورق في العالم سنويا صح هل ممكن هذه الحوادث العرضية ظاهرة الاحتباس الحراري ظاهرة انحسار الغابات صعود الاهتمام بالبيئة يمكن أن يؤثر على صناعة الورق؟ أكيد أول شيء الورق يجي من الغابات من الشجر من الشجر فأنت اليوم القص الشجر هذا أوروبا وأمريكا عندها قوانين عندها إذا أنت تقص شجرة لازم تزرع 14 أشجار في النقيض تماما في آسيا يعني أندونيسيا والصين أقطع ومشي عرفت كيف لأنه ما فيه اهتمام بالبيئة ما فيه اهتمام بالبيئة أيوة الشغلة الثانية كسعر عندهم يكون أرخص من سعر الأوروبا وهذا هذا الشيء أمر خاطئ لماذا وقفت الصين تصدير الورق؟ لأن صنع عملت مصانع لصناعة الورق الجديد ليس عادة التصدير ليس معاد تدويره اليوم استفادة من المعاد تدويره أن أنت يكون عندك مصانع داخل البلد هذه تقدر أنت تستفيد منها أما إذا أنت اليوم صدرت الورق اللي أنت مستخدمينه وبعته على أساس أنه هذا غير صالح وبعته على مصانع ثانية هنا تكلفته فأنت وفرت إذا كان عندك مصانع لإعادة تدوير الورق داخل دولتك الآن إحنا في يعني الربع تقريبا الثاني أو الثالث عفوا من 2012 وعلى مشارف الربع الرابع أين ترى أنه لا زال في أثر لزلزال للشيلي ولأضراب الموانئ في فنلندا والسويد هذا نحسر من سنة يعني بعدها في ستة شهور انتهت اللي جاينا حين فيه الأعصار اللي في أمريكا هذا ممكن يسبب ارتفاع في الورق بنسبة خمسين دولار فطن يعني الآن في بورصة للورق فيه بورصة والفلكشويشن فيها كبير الارتفاع والخفاض الخفاض كبير عندك الانتخابات الأمريكية تأثر على سوق الورق بشكل كبير لأن فيه مطبوعات يستخدم الورق بشكل كبير مثلا حول أن الصحف تزيد لا تصدر للخارج فكل يستخدم داخل الولايات المتحدة فيكون عندك نقص في الورق لأنه يصير فيه طلب داخل الولايات المتحدة أعلى طيب في 2011 في سبتمبر 2018 نشرت البيانة الإماراتية عن سورش كيلام نائب الرئيس في جمعية اندونسيا لصناعة الورق أن حجم سوق الورق في دولة الإمارات يبلغ 6.2 مليار درهم وأشار إلى أن صناعة الورق في الدولة تشهد معدلات نمو تصل إلى 6% وهي النسب المتوقعة النمو في 2011 وقال أن معدل النمو عالميا يصل إلى 1.8% مقابل 6% في 2011 في الإمارات ما يؤكد استمرارية الدولة والمنطقة في النمو نقلت الجريدة أيضا عن المسؤول لأندونوسي أن قطاع الأوراق في الشرق الوسط من الأسرع نموا في العالم وحضرتك تتكلم قبل شوي على أنه يواجه أزمات عالمية لأنه الورق ما نجيبه إحنا من الداخل كيف ممكن نجمع بين هذا النمو وبين الأزمات العالمية دول آسيا دول آسيا اهتمامها البيئي قليل مقارنة بأوروبا وامريكا والأيدي العامي لديهم لديهم أضرابات كثيرة لديهم الأشياء ما في نقابات عمالية زي ما عند الغرب نعم فيصير عندك المبيعات هالسة تزيد عندهم وخاصة اللي يستقطب الأشياء هذه بكل أسف أقولها الشرق الأوسط يعني أنا اليوم ليش الأسف يعني أنا ما في سوق وش ليه من عندك تستخدمها بس أنت اليوم إذا أنت عندك إذا أنت تشعر بمسؤولية تجاه الكون هذا الاحتباس الحراري عرفتك أنت هل اليوم ترضى أنك أنت تشتري ورق من واحد ما يزرع أشجار أو تشتري ورق من واحد أنتم مثلا في شركة كبرى في الإمارات هل تشتريطون هذه الاشتراطات البيئية ما تشترون من أحد لما تأكدون أن يزارع أربع شجار مقابل في مصانع في العالم معروفة أن هذه يعني القائمة سوداء عندكم لا هي مش قائمة سوداء هي هذه اللي تزرع مكانها قائمة بيضة قائمة بيضة على قولته ومعروفين وعلى فكرة معظمهم فلسين ليش لأنه يحتاجت إنه يعيد مرة ثانية بالهيكلة الشركة يعيد لشان يطلع من الخسائر يطلع من الخسائر كم تبلغ القيمة السوقية لسوق الطباعة في الإمارات وفي العالم العربي في الإمارات بشكل 2011 كانت ثماني مليار درهم رقم مش صغير طبعا مش صنائية الطباعة طبعا لها ثلاث مراحل أو ثلاث ما بقول ثلاث مراحل يعني ثلاث أشياء اللي هي الثلاث أقسام الطباعة الأمنية والتغليف والطباعة التجارية الطباعة التجارية ينحدر يتبدأ من البيزمس كارد لين الجريدة وفيها طبعا أنت اللي تشوف الإعلانات اللي على الشوارع هاي تعتبر طباعة الإعلانات اللي تنصرف على الجرايد هاي تندرج تحت الطباعة عشان شذن تشوف المبلغ كبير ثماني مليار مسألانات التجارية ما لها علاقة لا ما لها علاقة ما لها علاقة طيب الأمنية والشي هذه التجارية التجارية الأمنية اللي اتكلم عن الكريدت كارد عن البطاقة الهوية عن البطاقة البنقية عن الجوازات عن العملة بشكل طبع العملة الطبع العملة والتغليف اللي هو الباكيجينج إجمالا سواء من علبة اللبن أو الحليب إلى تغليف الكتوب إلى تغليف حتى الدواء الدواء نفسه إذا كان الدواء في بلاستيك فهذا هيتغليف تغليف من درج تحت الطبع في العالم العربي 8 مليار سوق الإماراتية شرق الأوسط 6.7 مليار دولار 6.7 مليار دولار 5.7 مليار دولار عندكم مليارين في الإمارات تقريبا الإمارات تشكل بس نصدر برها نعود لمواصلة حوارنا فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات نعود بعد لمواصلة حوارنا والأستاذ علي النعيمي الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للطباع والنشر في أبوظبي مع إضاءات فرقوا معنا حياكم الله مجددا في إضاءات أيها الأخوة والأخوات لا يزال حواري هذه الحلقة مع الأستاذ علي النعيمي الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للطباعة والنشر في أبوظبي أستاذ علي كنا نتحدث قبل الفاصل عن سوق النشر والطباعة في الإمارات في العالم العربي خليني أسألك بما أنك تكلمت عن آسيا والفرق بين آسيا وأوروبا وأمريكا عن الصين الصين الملاحظة اليوم أن دور النشر الأوروبية والأمريكية معظمها تطبع كتبها في الصين لا تطبعها لا في أوروبا ولا في أمريكا صح وحتى الكتب اللي فيها طباعة فاخرة هل السبب طبعا بطبيعة الحال يبدو أنه السبب لتوفير طباعات جيدة بأسعار منافسة منافسة بطبيعة الحال ما تعتقد أنه هذا ممكن ينعكس على صناعة متعلقة بصناعة الطباعة حكيت عنها قبل قليل وهي صناعة الشحن يرفع أسعار الشحن مثلا هو عشان كذا أنا أقولك هو ثاني أكبر شاحن على مستوى العالم الصناعة هذه الصين لثلاث أسباب رئيسية أول شيء فيه الإنتاج الذي هو غير طبيعي الإنتاج الكبير إذا أنت اليوم أمريكا وأوروبا إذا بدت تطبع كتاب يعني الأقل شيء بدت تطبع لك يمكن أمية ألف وطالع فأحسن أن يطبع في الصين الشغلة الثانية الطاقة أعرفت كيف والضرائب والكلفة العامل في الصين أرخص عن أوروبا فالأشياء الكبيرة العددها يكون كبير يكون يعني تنطبع في الصين ينعكس علينا أحنا بكسوق طباعة أكيد بأي شكل ينعكس عليكم سلبيا أو إيجابيا لا سلبيا أنهم يقدمون أسعار تنافسية لا تستطيعون أنهم تقدمون لا نستطيعون أنهم عندهم تعرفون حتى مع الشحن حتى مع الشحن بخطوط إنتاج كبير راحنا على فكرة نطبع حق أوروبا يعني المتحدة تطبع حق أوروبا تطبع حق أفريقيا بشحن هذا بس ما تطبعون بأسيا لا نطبع لأفغانستان الحلو في الموضوع الشغلة هذه هي مش كيك تقدر تاكلها بروحك تشارك فيها مجموعة من الناس لماذا؟ لأن أنت عندك مثلا نقول اليوم أنت عندك مجلة المجلة هي تصدر يوم الخميس أخي تركي فيه خمسين واحد عنده مجلة تصدر يوم الخميس غير مجلتك غير مجلة كنت فهل أنت تقدر تستوعب الخمسين على سلوتس يعني على التايم واحد ما تقدر أنت تاخذ المجلة هاي أو تاخذ مجلته وتخلي غيرك ياخذ مجلة وغيرك ياخذوها يوم الأحد يوم الأثنين يوم الثلاثة بالطريقة قبل شوي كنا حكينا عن أنه آسيا تحتل نسبة ثلاثين بالمئة تقريبا من سوق الطباع العالمي والهند تجي في المرتبة الأولى آسيويا هل هذا يعني أنه النمو في هالبلدان يشكل ارتفاع في مستوى الجودة والنوعية فيما يتعلق موضوع الطباع ولا ما العلاقة لا ما العلاقة أفدا هو بس كبنية تحتية مثل ما قلت لك للتكنولوجيا لا تنسى الهند مليار شخص عرفت كيف والصين أكثر فنت تتكلم تقريبا عن 25% من زكان العالم كله فأكيد بيكون عندهم نمو بس النمو هذا بين حزر الآن إذا إحنا نتكلم على تأثير إضراب مثلا العاملين في صناعة الطباعة في دول أوروبا أو الصناعات المرتبطة فيها على الصنعة هل أنتم تتأثرون بهذه الأضرابات؟ أكيد بشكل كبير إذا ما كانت أي شركة طباعة مجهزة عمرها أو عندها مخزون دارس المخزون وعرف أن مثلا بيكون في أزمة أو مثلا بيكون في إضرابات أو مثلا في انتخابات جاية ومش حاسب حساب المواضيع في 17 أغسطس 2010 نقلت عنك جريدة الاتحاد أنكم تتبنون سياسة المحافظة البيئية في مشاريعكم وأنكم بدأتوا باستخدام الورق المدور في مجلة ماجد المجرلة التي تصدر عن شركة بوظبي الإعلام مجلة الصغار إضافة إلى كتب التربية والتعليم ومجلة ماجد هي أول مجلة خضراء في الدولة وقلت أن الشركة تتبنى خطة بيئية من خلال المواد المستخدمة من حبر وورق لماذا لا تفعل هذا بكل المجلات؟ وعلى حسب الذي يطلب العميل في مجلات أكثر كلفة للطباعة البيئية من الطباعة غير البيئية على حسب أخوية التركية في مجلات تابعة للمرأة والأزياء والأشياء هذه هذه لازم يكون نوع الورق بياضة كبير على أساس الإعلان تعرف الأشياء هذه الديتيل الصغير يكون مبين فيها هذا ما تقدر تسويه بالأشياء البيئية هذا يكون غالي عن المعات التدوير وما بيعطي يعني تعرف هذا كله لاين أو له منتاج خاص المدارس اقترحنا على وزارة التربية والتعليم مشكورين الجماعة في ضوء الدراسة لهذا أن نكون أول دولة خضراء على قولته ومجلة ماجد كانت أول مجلب في الإمارات وما بغي أقول في الخليج أنا لا أقدر أعطيك معلومة مثل هذه في مجلات بعدها جت بعد ماجد بعد ماجد وطلبك طيب بس الآن كل كتب التربية والتعليم في الإمارات كلها خضراء لا بعدها بس هم في ضوء الدراسة يعطو جزء من الكتب ما الذي يمنع أن تطبع كل الكتب لتكون كتب كل فأحلة تصير مثلا لا مش شرط مش شرط أبدا مش شرط هي على حسب نوع الورق اللي كانوا يختارونا فنوع اللي جبناه نوع أرخص عن نوع الورق اللي يختارونا الشغلة الثانية احنا ما طبعنا لهم جزء احنا طبعنا بس سامبلز وعينة وهم في ضوء الدراسة بس لسه ما بعد طبع طولهم جزء لا ما طبعنا بس احنا نطبع لهم بشكل عام نطبع لهم بس بوراق عادية بتكون أول دولة خليجية خضراء أو أول دولة عربية خضراء الشغلة الثانية جريدة ذا ناشن كانت تطبع على ورقة عالية تحولت اليوم إلى 100% مع التدوير اللي هو متوافق مع البيئة متوافق مع البيئة 100% يعني فيه ناس يحطو لك 70% خضراء 70% فيه عادة ناس يقول لك احنا ملتزمين ان نرد المبيئة على ما انت في النهاية بتبيع بتبيع عشان تاخد فلوس بس دا ناشنال 100% معتد طيب حضرتك تؤكد استاذ علي النعيمي الرئيس التنفيذي للمتحدة للطباعة انه صناعة الطباعة ستصمد امام الصناعات امام التكنولوجيا رغم المنافسة الشريسة بس تركز انه الطباعة البلاستيكية هي اللي حتكون اكثر ازدهارا صح ليش هي تغليفة بشكل عام كل شيء بخوي تركي يقابله بالنقيط شيء ثاني اليوم احنا نتكلم عن التكنولوجيا تسكر سوق هنا تفتح سوق ثانية قصدك او تضعف هذا تنحسر هذا السوق فتنفتح اخرى مش بالضرورة بس كيف تكون اخوية تركي انت اليوم انا قريت خبر ان السنة 2011 بايعين امية مليون تابلت امية مليون من سامسونج وايباد والابل امية مليون الامية مليون هذي اللي جايين في باكيجينج جايين في طباعة تغليفهم هذا كله طباعة فتغليف الطباعة تغليف التليفونات تغليف الباكسز الكراتين حق التليفونات وهكذا هذا ينمو ينمو برقامة كبيرة تتكلمني تقريبا عن 15-10% في السنة ورقام كبير ليش؟ لان التكنولوجيا يست تسارع بشكل اكبر طيب قبل الفاصل حدثني على انه في ثلاث اقسام تأتي تحت مظلة الطباعة وهي الطباعة الامنية والتغليف والتجارية الطباعة الامنية حدثني عن انه جزء منها طباعات العملة الورقية صح حضرتك تطمح خلال تحضيرنا معك قبل الحلقة الى انه ان تنشئ او ان تساهم في انشاء مطبعة للعملة الورقية في الامارات وترى ان هذا يندرج ضمن الامن القومي صح اول شيء وين تطبع الامارات في نهاية عملتها؟ هي تطبع اليوم في ألمانيا وفي بريطانيا يعني على حد علمي بتعرف هذه المعلومات تكون شوي سرية الحين طلعت سري يعني انت لا مش سرية بمعنى سري بس الارقام تكون صعبة انك تاخذها بس ابو عبدالله العجيب والغريب فيها ان الشركات هذه انا يعني بقولها على هوا الشركات اللي احنا نطبع فيها عملتنا عملتنا هذا مقتصر بالامارات ولا لدول اكثر دول الخليج دول الخليجة بشكل عام هم عندهم افرع انا ما بغي اسامي اسامي الشركات بس هم عندهم افرع في دول ثانية والدول في أفريقيا تطبع عندها يعني عملتنا تطبع في أفريقيا تخيل في بعض الأحيان يوم يكون عندهم الانتاج عالي أو عندهم ضغط في الانتاج فيحول طبعا ما بيحطك أنت كلك الأولوية ودائما يعاملون نحن كعالم ثالث في الورق في أي شيء مختص في الطباعة يعني تخيل اللي في ضمن الورق بعدين يبيعوننا في العملة النقدية في العملة النقدية في الجرائد ما الذي يمنع دول مثل دول الخليج من أنها تطبع عملتها في الداخل سؤال أدور عنه إجابة من أكثر من أربع خمس سنوات ما ترى أنه في أي موانع على أمنية ولا في اتفاقات تلزم أن نطبع بره ولا شيء لا أبدا لا وهذا يندرج تحت الأمن القومي اليوم أنت عندك العملة إذا لاحظت أخي بتركي اليوم تستخدم العملة بعد ستة شهور تشوف أنه غيروا فيها شيء حطوا فيها خط حطوا فيها شيء إضافة في التصميم هذه على فكرة هذه مش إضافة في التصميم هذه معناتها أن في حد زورها فاضطروا يدخلون على شيء جديد فاضطروا يدخلون هذه العبارة للطباعة هي عبارة عن كوت أو رمز ومين إذا اخترقت الرمز هذا يسوون رمز جديد فأنت اليوم الطباعة العملة بشكل خاص هي عبارة عن رسمة تصميم تصميم التصميم هذا اليوم أنت مش عندك يصممونه في المطبعة يصممونه هناك وتطبعه هناك وتيبه هنا اللي إذا فاض عندهم الشغل أرسله تطبعه في دولة أفريقية اللي هم فاتحين فرع فيها بس أنت اليوم المونوبولي اللي فيها أنت ليش كل ستة شهورة أو كل سنة تضيف كود أو هذا من اللي يسرب الديزاين تقصد أنه التسريب يصير برا ما أنا ما قدر أجزهم بس أنا حتى ساؤلات أنا بيالس حتى ساؤلات عرفت كيف وهذا يكلف ملايين ليش تعتقد أنه هذا يخدم الأمن القومي يخدم الأمن القومي أول شيء يعني أقرب مثال التزوير اليوم إذا عملتك تنطبع عندك وأنت اللي مشرف عليها بس اقتصاديا هل لدى دول الخليج والدول العربية القدرة الاقتصادية والاستقرار اللي تجعلها تطبع عملتها عندها أكيد توفير مطابع أكيد ومش شغلة كبيرة على فكرة يعني الشغلة كثير بسيطة بس الخوف من المجهول تعرف يوم ما عندك العلم بالشيء هذا تكون شوي متوجس منه لكن بشكل عام هي عبارة بس عن ديزاين أما الأشياء الباقي يعني بروسس عادي نفس الطباعة العدي بس فيما يتعلق مثلا بالعملة وأنا ما أعرف أسألك هل طبعت مثلا ورقة البنك نوت خمس دراهم بنفس جودة الورق اللي تطبع فيه خمسمية أو الألف الخمس دراهم باستهلاكها عالي بالنسبة للسوق نفسه للعملة كل ما زاد قيمتها كل ما قل عليها الاستهلاك الألف ممكن تظل معك سنتين الخمسمية ممكن تظل معك سنتين يعني عدد الأيدي التي تمثل ألف أقل من عدد الأيدي وبالتالي تطلع هذه مدعوك أكثر ومستخدم أكثر لكن نفس الورق نفس الورق طيب عند ورقة الألف نتوقف عند فاصل قصير الله يكثره ورق الألف فاصل قصير نعود بعده لموصلة حوارنا في إضاءات أيها الأخوات والأخوات والأستاذ علي النعيمي الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة والطبع والنشف أيهاكم الله في إضاءات مجددنا أيها الأخوات لأيزال حوار هذه الحلقة مع الأستاذ علي النعيمي الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للطباعة والنشر أستاذ علي قبل الفاصل كنا نتحدث عن الطباعة التي اصطلحت على تسميتها بالطباعة الأمنية حكينا عن ورق البنك نوت أو العملة المالية وسألتك عن فرق العملة ما بين الخمسة والخمسمية وقلت لي كلما ارتفعت قيمة العملة كلما أصبح استهلاكها أقل والله هي نفس الورق تقريبا هل في فرق مثلا في نوعية ورق عملة عن عملة أخرى؟ هم تقريبا كلهم يستخدمون نفس معظم الدول بعد القرآن يستخدم نفس الورق ورق المصحف المصحف لأنه لايف تايم يكون أكثر عن الورق العادي الذي هو الكتاب العادي الكتاب تقرأه مرة واحدة المصحف تقرأه بشكل بشكل أكثر في الورق اللي طالع من سنتين أو ثلاث العملة البلاستيكية من البلاستيك نفسه هاي اللي ما تقدر تشكيه ما تقدر تشكيه في العملة الكندية مثل كندا مثل آيرلندا مثل آيسلندا يتخيل واحدة من هذه الدول أول شي صعب تزويرها الحياة عمرها الافتراضي أطول من الورق العادي بأربع مرات طيب خلينا نرجع للحديث عن هذه الصنع أنت تتكلم عن مستقبل باهر أو مستقبل مزدهر لصناعة الطباعة في الإمارات وفي المنطقة إجمالا عندكم تقريبا 600 موظف في شركتكم اللي هي شركة وطنية كبرى لكن نسبة الأجانب فيها تفوق التسعين بالمية بل أنه حتى العرب مقارنة بالجنسيات الأجنبية أقل من غيرهم ألا ترى وأنت تتحدث عن قصة الأمن القومي أنه هذا ضد الأمن القومي اللي ممكن يساهم في الطباعة وعدم وجود موظفي محليين حطيت إيدك على الجرح أخي تركي أول شيء الصناعة هذه مغيبة تماما عندنا إحنا كخليجيين مش مغيبة بمعنى أن نظرتنا لها الدنيوية مع أنها من أكبر عشر صناعة على مستوى العالم وفي الثمانينات كانت من أكبر خمس صناعة على مستوى العالم اليوم إذا أنت ما تحب الصناعة عمرك ما بتشتغل فيها وخاصة أن الطباعة عرفت كيف أكثر ناس يشتغلون في الصناعة هاي هم الهنود ليش؟ أكثر عمالة عندكم هي العمال الهندية الهندية ليش؟ الهند عندها جامعات متخصصة في هالقصة للصناعات عندهم لين دكتوراه يعني تخيل لين دكتوراه يعني أنت عندك دكتوراه في الطباعة في المقابل نحن اليوم هنا نشوف أن هذه صناعة دنيوية يعني تعفل ننظر باحتقار باحتقار جاءت فكرة إنشاء كلية متخصصة للطباعة في الإمارات في الإمارات بشراف كليات تقنية العليا أول كلياة مستوى الوطن العربي تخرج بشهادة إنجاز وإن شاء الله دبلومة هذه أقرت القصة وبدأت تشغلون عليها؟ وصار السنة الماضية عدنا 16 خريج ها بدت الكلية؟ بدت الكلية عدنا 16 خريج وتوظفوا في المتحدة للطباعة والنشر حط في بالك السنة هذه بكل فخر عدنا 11 فتاة و12 شاب وكلهم على فكرة مش مركز أن يكونون تحت فنيين أكثر عن ما يكونون في الإدارة يعني من 16 إلى 23 وتقريبا نصفهم بنات بنات وايد فخور إنها أول خليجيات يدخلون الصناعة هذه أول خليجيات وإن شاء الله بيبدون يشتغلون بين أبوظبي للإعلام والمتحدة للطباعة والنشر خلال سبتمبر الشهر اللي إحنا فيه بس ممكن أيضا يطلعون حتى بر المتحدة في أي مكان يجدون في عرض جيب طيب أنتم وقعتم اتفاقا للتعاون الأكاديمي بينكم بين الكلية التقنية لإنشاء كرسي أكاديمي للشركة المتحدة صح صارها الحين تقريبا أربع سنوات على إنشاء هذه الكرسي وش صار عليه هذه من على السؤال اللي قبل اللي جاوبتك أنا صارت عندنا كلية الكلية هذه متخصصة في صناعة الطباعة يديرها كليات تقنية العليا اللي هو الكرسي اللي حاصل أسوش هداف الكرسي وش ممكن ينتج لك الكرسي أبحاث مثلا في الطباعة لا إحنا يالسين في أمية كرسي الكرسي هذا عبارة عن أنك أنت فيه دكتور أنت اللي متكفل فيه في كلها التقنية كليات تقنية العليا يعني مثلا تدفعون رواتب وتدفعون مصريف ومش رواتب هو مش سبونسر تقريبا مثل كرسي بحثية بحثية عرفت كيف بس الأكثر إحنا شو اللي خذنا يعني اليوم أنت بتقريبا عندك ثلاثين طالب تخرجوا يعني بتخصصات الطباعة يشغلون مكاين تحصل اليوم يعني مش على مكاتب مش على مكاتب كلهم فنيين وكلهم تحت يشغلون مكاين هذا اللي ندور عرفت كيف وهذا اللي نبغيه وطبعا أكيد في المكاتب فيه مواطنين مش إنهم مش معهم ما فيه بس إحنا عدنا نقص في الأيدي العاملة في الأيدي العاملة وحق هذا حق وطني أنك أنت تعطي أجر على عن أي أجر تاني وإحنا متكفلين فيه بس هل كثيرا ما يردد مثلا أرباب العمل لما يجي الحديث عن تشغيل المواطنين في الخليج عن أنه الشباب من الجنسين أقل التزامة من غيرهم ما عندهم استعداد ينزلون إلى المصانع يشتغلون بيديهم ما يجون بالدوامات كما يجب يبحثون عن الوظيفة الأعلى راتب والأقل العمل واجهتوا هالمشاكل عندكم كثير لكن خلني أعطيك أعطيك فلسفة اليوم شو مدى نجاحك أو شو مدى نجاحك أي مسؤول خليجي أو إماراتي في الشغل مش بس أن يدير الشركة بشكل ربحي أو يديرها بشكل صحيح أنت اليوم أنا أشوف أن مدى نجاحي أنا من اللي بأهل بعدي كمواطن يدير الشركة بشكل أفضل عني هذا النجاح الأساسي تركي سواء كنا خليجيين أو عرب بس إدارة إدارة العملية الإدارة ما عندنا مشاكل بالإدارة عندنا مشاكل بالتنفيذيين بالتنفيذيين التنفيذيين هل وجدت من الشباب حرص على هذه الوظيفة تطوير لقدراتهم أحنا بقد ما نقدر نحاول أن نطور من قدراتهم على فكرة نبعثهم دورات ألمانيا نبعثهم اليابان نحفزهم 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 هم يشوفون الهند أن هذا عقاب تعرف لأنهم شباب صغار بس أنت اليوم إذا تحفز الشباب وتعطيه ثقة طبعا نحن 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 نتعرف نحن نجتمع ملائكي كل واحد كلهم بطبيعة الحالي وعندنا ثقافة أنا إذا طلعت من الشغل معنات أني أنا شاطر هذه نحاول قد ما نقدر يعني الحمد لله إذا طلعت من الشغل علشان نبحث عن شغل ثاني لا إذا طلعت من الشغل وما اشتغلت يعني إذا اشتغلت ساعتين وطلعت آه إذا زوغت يعني بالشغل زوغت من الشغل طيب وهذا موجود في مجتمعنا كامل يعني الخليج صحي مجتمعات العربية أجمالا بس أنه بالخليج بسبب النفط أيضا موجود بشكل أبرز الملاحظة اليوم أنه كثير من الصحف والجرائد أعادت تشكيل نفسها ولادتها من جديد بأحجام أصغر ولتقليل كلفة الورق بشكل أو بآخر لكن لوحظ أنه المساحة تصغر وفي المقابل تزيد ألا ترى أنه هذا في يعني أقل عدلا مما كان خفضوا التكاليف والطباعة والأسعار وزادوا الإعلان والمساحات وزادوا الإعلانات فلا هم قدموا للقارئ ما يجب وأخذوا من المعلن أكثر يعني طالع واكل نازل واكل طالع واكل نازل واكل تعرف على اللي يالس يحصل في العالم يعني بشكل وخاصة في الجرائد أنه يازل على انحساب فكيف كيف يقدرون يقللون من من خساياهم فكرة فكرة ذكية أخي تركي وطرحك لها كان يعني طرح يعني فضحت فضحت المهنة على قولته ما تحتاج فضائح هذا قدام الناس قدام الناس بس فينا سوائد ما يعرفون اليوم أنت غيرت السائز أنت اليوم تي تابوي تالن أنت ما تعرف أنت تقول له أنا أريد نصفحة ربع صفحة مقاسر ربع صفحة بالتابلويد غير موقع بالتابلويد غير عن ثمانية عامود بالثمانية عامود فأنت اليوم البروتشيت والتابلويد عندك صغره عندك مشكلة كبيرة عندك ياتصغر الأعلان وتقول حق العميل أنه بالسانتي متر أو بالملي متر أو أنك تقول له ربع صفحة وتستغل أو تستغفله بالهذه تفرض عليه منطق السوق تفرض عليه منطق السوق وهذا إجحاف سياسة الأمر الواقع وهذا إجحاف طيب هل فيه بين الطرفين العميل والمطبعة أسرار يمكن أن يتكتم عليها بين الطرفين ما يعرفها الباقيين إذا طلب العميل مثلا أنا مثلا في مجلات أو جرائد يقول لك أنا لا تقول أنا كمطبع أو كما وزع عرفت كيف باحتراما للعميل وسريته عرفت كيف لازم نكون حريصين على حريصين على الشيء هذا طيب خليني أنتقل أستاذ علي النعيمي الرئيس التنفيذي للمتحدة للطباعة إلى قصة ثانية نطلع فيها شوية عن الطباعة أجي المقال كتبت وحضرتك في الانترنت بعنوان المشهد السياسي للمنطقة بعد فوز مرسي بالانتخابات بعد فوز مرسي بالانتخابات المصرية تحدثت ثم في إجابة هذا السؤال عن بزوغ التيار الإسلامي الإخواني في دول المغرب العربي ووصول الإخوان المسلمين للحكم في مصر بدعهم من بعض الدول والتصريحات غير المسبوقة من البيت الأبيض الدعم للإخوان مع علم الجميع بعمق الخلاف والتوتر بين دول الخليج العربية وتنظيم الإخوان المسلمين الذي ما انشئتم ما انشئتم رائحة الوصول ما انشتم ما رائحة الوصول للسلطة حتى بدأ في التدخل في الشؤون الداخلية دول الخليج وبدأت قياداته في شن هجوم منظم على دول الخليج سؤال اليوم ماذا سوف يفعل الرئيس مرسي في هذا المشهد المعقد وهو من قيادات التنظيم هل سيضغط على التنظيم لكبح تدخلاته بناء على مصلحة مصر أم سوف يبرك هذا التدخل السافر ويجمد أجهزة الدولة المصرية في خدمته هل سيضحي بالعلاقة التاريخية بين دول الخليج ومصر من أجل التنظيم أم سيضغط على مرشد الإخوان الذي أحله هو من بيعته هناك دولة خليجية معينة سارة عكس الإجماع الخليجي الذي ينظر يثورات العربية بعين الريبة والحذر وقد ذهبت هذه الدولة بعيدا في دعم الاحتجاجات والترويج لها فلماذا هل تمتلك هذه الدولة قراءة أخرى لمستقبل المنطقة بنت عليها مواقفها هذه من الأيام ستثبت عكس ما يرون هذه الأسئلة التي اطرحتها بالتأكيد عندك أجوب عليه قبل أن أخوض في هذه الأجوة سأسألك الدولة التي تحدث عنها بطبيعة الحال هي قطر لأن أمير قطر في دول عدم الانحياز اجتماع دول عدم الانحياز في طهران تحدث صراحة في كلمة مطبوعة عن أنه يقود الثورات العربية ويدعمها والربيع العرب صح ليش عندك مشكلة مع الثورات العربية أنا ما عندي مع الثورات العربية بالعكس بس أنا عندي مشكلة مع اللي بتسلقوا على أكتاف الثوار واللي ينفردوا في السلطة واللي أقصى والغير بس هذول اطلعوا بانتخابات اي بس انتخابات هل اليوم انتخابات العيش والسكر هي انتخابات شهي انتخابات العيش والسكر يعني هل بتوزيع السكر والرغيف على قولتهم هل هي انتخابات هل اليوم يوم تدفع ستمية مليون جنيه على انتخابات برلمانية هذي انتخابات أنا من اللي تفع الأول شيء تستكيل إخوان دفعوا ستمية مليون هذا اللي ما قيله هذا اللي ما سمعنا هذا أنا أعبر عن رأيي الشخصي هنا ما أعبر عن المتحدة اللي طبعا النشر اللي شفناه خلال السنة ونص الماضية أخوي تركي شفنا ثورات على أنظمة ديكتاتورية يو شباب أقاموا الثورات يو ناس ثاروا ضد الظلم ثاروا ضد الظلم يو ناس طلعوا على أكتاف أو سرقوا الثورات هذه من الشباب انفردوا بالسلطة صار اليوم حزب واحد ما في حزبين أنا أتكلم عن مصر عرفت كيف صار الحزب الواحد رجعنا لأيام الحزب الوطني أو هذا التخبط اللي صاير في تونس هل اليوم معقولة الحكومة بالنهج الشلالي يعني اليوم أنت قضيت معايا في السجن عشر سنوات لا والله أنت لك وزارة بسيطة واحد قضى معايا في السجن عشرين سنة لوزارة قوية في نهج التخبط في تونس نهج شلالي تفرد بالسلطة الأمور هذه أتساءل أقول هل هذا صح؟ هل هي هو السؤال سأل ليش ما تقبلون بنتائج الديمقراطية طي نحن نقبل بالعكس بس المشكلة أن النتائج هذه هل هي صحيحة؟ نحن ما عدنا مشكلة مع مصر ما عدنا مشكلة مع شعب تونسي من أنتم أنا أتكلم من كراي شخصي عرفت كيف أنا ما مثل حد هنا اليوم بس أنا اليوم يعني تعرف السنة ونص اللي مرت علينا هاي اللي شفنا فيها يعني مع الأسرار دائما أنا أضطر أني أوقف حواري لأني ما أحب الأسرار أكيد بس اليوم هم لينا حين يعني 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 قصدك أنهم لم يخرجوا من ربقة التنظيم لم يخرجوا من ربقة التنظيم هذه شغلة شغلة الثانية أقصى والغير أرجو أن لا تعتبر نهاية الوقت إقصاء لرأيك استدعالي النعيم شكرا لك على هذا الوقت شكرا لكم أيها الأخوة الأخوات على متابعتي هذه الحلقة من إضاءات حتى ألقاكم في حلقة مقبلة هذا الترك الدخيل يترككم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم بأطفالنا المعارضة 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 هل انتظر الاسلاميون أصدر الوطن ملاك لماذا يفجروا الأخوات من أمفسهم بأطفالنا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة